موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في قناة Math Energy في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على القسمة المطولة وبالتحديد هنستخدم طريقة اسمها طريقة الخطوط والنقاط الطريقة دي هنحاول نجري بيها عملية القسم المطولة بديلا عن جدول الضرب ده طبعا مش معناه انك ما تحفظش جدول الضرب ولكن الطريقة مجرد طريقة لتبسيط مسائل القسم المطولة تعالوا نبدأ مباشرة بأول مسألة ونشوفها نحل ازاي باستخدام الطريقة دي السؤال بيقول 642 على 3 احنا بطريقة الخطوط والنقاط دايما هنبدأ بالمقسوم عليه المقسوم عليه هنا كان 3 هنبدأ نمثل التلاتة دي باستخدام الخطوط عن طريقة 3 خطوط واحد اتنين تلاتة بعد كده هنروح للمقسوم ونبدأ من اليسار 6 على 3 معناها ان احنا هنبدأ نوزع الستة على التلاتة على التلاتة خطوط دول باستخدام النقاط نبدأ يلا نوزع الستة على التلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعد كده ابدأ اوصل النقاط دي بخطوط رأسية بالشكل ده ادي خط اتنين ده معناه ان ستة لما جينا نوزعها على التلاتة اتمثلت بخطين اذا ستة تقسيم تلاتة يساوي اتنين نكتب هنا اتنين بعد كده نروح للعدد اللي عليك دور في عملية القسمة اللي هو العدد اربعة اربعة تقسيم تلاتة بنفس الطريقة هنبدأ نوزع الاربعة باستخدام النقاط على الخطوط واحد اتنين تلاتة اربعة وباستخدام الخطوط الرأسية نبدأ نوصل النقاط ببعضها في خط واحد كمل وفي نقطة هي لم يتم توصيل لها خط ده معناه ان الاربعة تقسيم تلاتة فيها الواحد لان في خط واحد كمل نكتب هنا الواحد ويتبقى واحد الواحد ده هنعمل في ايه الواحد ده هناخده نحطه على يسار العدد اللي عليك دور عشان كده اللي اتنين هنا لما يتحط على يسارها واحد هتبقى الاتنين بقيت كام بقيت اتناشر ونبدأ بنفس الطريقة نوزع الاتناشر على التلاتة باستخدام النقاط يلا مع بعض نوزع الاتناشر على التلات خطوط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر نبدأ نوصل الخطوط الرأسية ادي واحد اتنين تلاتة اربعة ده معناه ان الاتناشر على التلاتة فيها الكام فيها الاربعة بالشكل ده يبقى احنا عملنا عملية القسمة 642 على تلاتة طلع الناتج 214 بدون استخدام جدول الدرب نهائية نشوف المسألة اللي بعدها 162 على 5 بنفس الطريقة هنبدأ بالمقسوم عليه اللي هو هنا العدد خمسة ونبدأ نمثله باستخدام الخطوط عن طريق خمس خطوط واحد اتنين تلاتة اربعة ادي خمسة بعد كده نروح للمقسوم المقسوم هنا اول عدد فيه على اليسار زي ما اتفقنا واحد واحد تقسيم خمسة طبعا ما ينفعش لان الواحد اصغر من الخمسة فهناخد العددين اللي جنب بعض يكونولي العدد 16 16 تقسيم خمسة بنفس الطريقة هنبدأ نوزع ال 16 باستخدام النقاط على الخمس خطوط يلا نبدأ مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر وادي ستاشر ونبدأ نوصل النقاط باستخدام الخطوط الرأسية زي ما اتفقنا ادي خط كامل اتنين تلات خطوط ده معناه ان ستاشر على الخمسة يساوي كام تلات خطوط ويتبقى واحد هكتب هنا تلاتة اللي هي الخطوط اللي كملت ويتبقى واحد هحط الواحد فين على يسار العدد اللي عليه الدور العدد اللي عليه الدور في عملية القسمة هو اتنين هنحط الواحد على يساره اللي اتنين بقت كام بقت اتناشر وبنفس الطريقة هناخد اللي اتناشر نوزها على الخطوط علشان انت عايز تعمل اتناشر تقسيم خمسة نبدأ نوزع الاتناشر باستخدام النقاط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر ابدأ وصل النقاط باستخدام الخطوط الرأسية شوف كام خط هيكمل معاك واحد اتنين خطين كاملين يبقى هكتب هنا اتنين ويتبقى كام ويتبقى اتنين ده معناه ان المية اتنين وستين على الخمسة تساوي اتنين وتلاتين والباقي اتنين وكده انت حلت المسألة بدون استخدام جدول الدور اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك للقناة دمتم دخير